يهربون من الموت المباشر برصاص قناص حوثي أو قصف طائرات التحالف إلى الموت البطيء بالجوع والمرض نازحون بلا منظمات إغاثية في مناطق لا يصلها الغذاء والدواء فمنظمات الإغاثة يصلن إلى المخيمات القريبة من المدن أما مخيمات المناطق الهامشية فلا تصلها سوى الأوبئة منظمة أطباء بلا حدود الدولية كشفت في أحدث بياناتها فيما يخص اليمن عن انتشار مرض الجرب في مخيمات النازحين سوء وضع النظافة وازدحام المخيمات بحسب المنظمة تسبب في انتشار الجرب أوساط عائلات تعيش في خيام ضيقة ولا يصل الجار عن جاره سوى قطعة قماش وتقول المنظمة بأن ألفا ومائة شخص مصاب بالجرب في مخيم بمدينة إب تلقوا العلاج كمحاولة لكبح انتشار المرض وبالنظر إلى حجم المأساة التي يواجهها مئات الآلاف من النازحين فإن انتشار الأوبئة لا يقتصر على مخيم في إب بل تنتشر أيضا في مخيمات صنعاء والحديدة وحجة والجوف ومأرب وهي مأساة يصعب وصفها أو حصرها كما يصعب الحد منها في ظل غياب الحكومة وقصور دور المنظمات الإنسانية والقيود المفروضة عليها من قبل أطراف النزاع التحذيرات الأممية المتكررة من اقتراب النازحين في اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم لم تشفع لليمنيين عند من ينفقون مليارات الدولارات لشراء الأسلحة من دول عظمى لم تفي بتعهداتها المالية تجاه اليمنيين ليترك الشعب في دائرة الموت البطيء